الآن بسم الآب والابن وروح القرس لانواحد آمين أصدقاء الأحباء نستكمل معنى محاضرات في العقيدة الأرثيزوكسية ومن بعد إلقاء محاضرات كثيرة من قبل الآباء المتخصصين والسادة الدكاترة أيضا المتخصصين نستكمل اليوم اللقاء مع الدكتور يوسف زكي خليل في موضوع مجمع خلق دنيا عقائدين أي مجمع خلق دنيا والعقيدة التي طرحت فيه ونحن نعلم أن عقيدة البابا ديسكوروس البابا الأسكندري كانت السائدة في هذا المجمع على خلاف ما أو ما كانت أو كانت ضد عقيدة نسطور وأطاخي في ذاك الوقت فقد احتفظ البابا ديسكوروس بمفهوم الميا فيزيس أي الطبيعة الواحدة للسيد المسيح لأكل المجد فطبيعة السيد المسيح ليست ممتزجة ولا هي منقسمة المجمع خلق دنيا كما نعلم انعقد في عام 451 ميلادية ولولا بعض التدخلات السياسية من قبل الملكة بوليكاريا في ذاك الوقت ما كان هناك انقساما قد يحدث في ذاك المجمع وقد تخلف هذا الانقسام بسبب كما قلت بعض التدخلات السياسية وما زلنا نعيش في هذا الانقسام لولا اننا دائما ما نصلي ان ترجع الوحدة بيننا وبين الكنيسة الشرقية الارثوذكسية الخلق دونية ولكن لنا امل كبير ان تعود هذه الوحدة مرة ثانية بنعمة الرب وهذه الاطرحات او المحاضرات بيرعاها قرس البابا طو دروس الثاني وبقيادة وإشراف حضر صاحب النيافة سيدنا الانبى بن يمين ندعو ان يرجع لنا بسلامة الله من امريكا وايضا ندعو حضراتكم للاستماع الى الدكتور يوسف زكي خليل المتخصص في علم الايكونة وقد حصل على رسالة الدكتورة في التعليم العقيد في الايكونة وهو ايضا مدرس بقسم اللاهود بمعدد دراسات القبطية وعيد ولجنة الايمان والتعليم بالمجمع المقدس على الاخص في هذه المحاضرات شكرا جزيلا على حضوره معنا وندعو له بالتوفيق دائما بسم الله ابو الابن والروح القدس الان هو امين اقدم كل الشكر لإلهنا القدوس الذي سمح لي انا الغير مستحق ان اكون عضوا في لجنة الايمان والتعليم بالمجمع المقدس واشكر قدسة البابا طو دروس الثاني لرعاياتي لهذه اللجنة واشكر نيافة الحبر الجليل الانبا بن يمين موتران المنفية وتوابعها ورئيس ومقرر هذه اللجنة على اهتمامه ومتابعته لهذه اللجنة واشكر نيافة الحبر الجليل الانبا مارتيروس اسقف كناس شرق سكر حديد على رعايته لهذه الجلسة والجلسات السابقة وعلى كلماته المباركة واشكر ايضا نيافة الحبر الجليل الانبا ارمية رئيس المركز الثقاف القبط الارثوذوكسي على السمح لهذه اللجنة بالتحدث اسبوعيا ببث مباشر على قناة ميسات لنشر الامان والتعليم الارثوذوكسي السليم واشكر اسرة قناة ميسات وكل العاملين فيها من مخرجين ومصورين واحباء على تعبهم ومحبته بإذن الله هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن مجمع خلق دونيا ودايما احنا بنسميه المجمع المشؤوم مجمع خلق دونيا المشؤوم الانعقد سنة ربعمية واحد وخمسين واللي كان بداية عصر الانشقاق بين الكنائس الى خلق دونيا وغير خلق دونيا وانعقد ظاهريا لمحاربة بدعة قطاخي ولكن كانت له اغراض سياسية وفيها تدخلت السلطة والسياسة في المجامع حيث كان رئيس المجمع الامبراطور نفسه وعمر ما كان فيه قبل كده امبراطور المالك يرقص مجمع كان دائما بابوات بيرقصه المجامع وخاصصا بابوات الاسكندرين فكان رئيس المجمع الامبراطور والامبراطور قاعدين في صادرة القاعة وبيقوده المجمع وهنشوف دلوقتي ان كان فيه مؤامرة في المجمع ده السياسية هدفها الاطاحة بالبابا ديسكوروس فهو كان الامبراطور القاستنطنية عاصمة الامبراطورية الرومينية الشرقية ونراحز حاجة مهمة جدا كل الهرطقات نشأت عن عدم استخدام المصطلحات اللاهوتية بدقة المصطلحات اللاهوتية بدقة وعشان كده انا بنصح احباءنا السامعين سواء كانوا خدام او اباء كهنة بالحرص في اعزاتهم وكتاباتهم لو ألفوا كتب الحرص والتدقيق جدا في المصطلحات اللاهوتية لان حرف زيادة حرف ناقص ممكن يغير المعنى ويحولها من معلومة لهوتية الى هرطقة او بدعة ما يقصدش هو بيها ولكن على طول يبقى معناها كاد زي ما علمنا بالضبط مسلس رحميات خلاصة البابا شنودة ونيافت الان باب شوي والمتنيح الدكتور مريستو ادروس ان احنا نكون حازرين جدا وزي ما احنا في معهد درسات القبطية بنعلم ونحزن الدارسين في قسم اللاهوت بمعهد درسات القبطية ان لازم المصطلحات اللاهوتية اللي يكتبوها تكون في منتهى الدقة متوفقة مع آيات الكتاب المقدس ومتوفقة مع اقوال اباء القديسين الاولين زي البابا كيرولوس عموية الدين القديس اسناسيوس القديس ديسكوروس القديس يوحان الزهبي الفام القديس اغسطينوس وهكذا باسيليوس الكبير غريولوس اللاهوتي في محاضرة من المحاضرات بتسجلي على اليوتيوب كان البابا شنودة ربنا احناي احنا نفسه مسلس الرحمات بيتكلم بيدي محاضرة في الاكليكية فواحد من الطلب ورفع يده قال له تفضل قال له مش يمكن فلان ده اللي قداستك بتتكلم عليه ما كانش يقصد في كتابه ان يكتب هرتقة ولا يكتب خطأ لاهوتي قال له اسمع يا ابني شوف اسمعني كويس قال له تفضل قداستك قال له اللي عايز يكتب في اللاهوت المصطلحات اللاهوتية تكون في منتهى الضقة والحرص وإلا ممكن قوي يكتب بدع وهرتقاط واللي يغلط في اللاهوت ما قدرش اسميه غير انه مفتدع اسميه ايه يا ابني قال له مفتدع قال له بس اديك يعني ايه وصلتك للأسف ان اصحاب البدع والهرتقاط معظمهم ناس مرشورين وناس كان ليهم مكانتهم يعني اريوس ده كان كاهن مفوه وليه شعبية كبيرة جدا وبيوعظ حلو جدا ولكن هرتق في حاجة واحدة ضيعته خالص وخالت المجمع مجمع نيقية حرمه انكر لهوت سيد المسيح مقدونيوس كان بطريارك فيه اكتر من كده بطريارك بطريارك القسطنطيني واخطأ وحرمه مجمع القسطنطينية لما انكر لهوت الراحة القرص نستور كان بطريارك برضو للقسطنطينية معرفش ليه بطريارك القسطنطينية دول بغلطته كتير بعكس بتاع سكندرية ومع ذلك برضو اخطأ في لهوت السيد المسيح زي ما هنشوف لانه هو كان مقدمة يعني كانت الغلطة بتاعته دي مقدمة للغلط بتاع وطاخي اللي تعقد بسببه مجمع خلق الدنيا اللي هو موضوع النهاردة الاساسي وطاخي طب كان ايه كان راهب مش بس راهب ورئيس دير في الحي السابع في القسطنطيني والدير ده فيه كم راهب تلتميت راهب قعد رئيس دير كم سنة تلاتين سنة حبي حارب هرتقة نسطور فراحه واعفل هرتقة بتاعته طاقي اللي هي هنبحثها دلوقت فارجو ألا نستعين كمان فيه تحذير ده من نبهه للدارسين في محا الدرسات فيه كتب اسمها نيو باتريستيك اللهوت الحديث الغربي البيزانطي الكتب دي معظمها كلها فيها بدعة وهرتقات واللي بيلجع لها عشان يشرح مواضيع او يكتب كتب بيسقط فيه هرتقات بشعة بكل اسف فزي ما أتلكم هنتكلم النهاردة بإذن الله عن مجمع خلق دونيا المشؤوم المنعقد ستروايا وخمسين واحد وخمسين وده بنسميه بداية عصر الانشقاق الى كنائس رفضت قرارات مجمع خلق دونيا وكنائس خلق دونية وهي الكنائس البيزانطية وكنيسة روما كاسوركي وتفرع من الكنيسة روما الكاسوركي دي بقى البروستانت والانجليكان هنتكلم أولا عن المقدمات التي أدت الى هرتقة قطاخ زي ما قلتلكم قطاخ كان عايز يحارب البدع النسطوري او الهرتقة النسطوري طب ناخد فكرة بسرعة عن الهرتقة النسطورية دي كان بتقول ايه نسطور ده زي ما قلتلكم كان بزرارك القسطنطيني سنة 428 لغاية لما حرموا المجمع عفسه الثالث المسكوني سنة 431 يعني قعد ثلاث سنين بطريارك واتعزل كان يرفض تسمية السيدة العزراء بولاية الاله الثي اوتوكس ليه قال هي موالدتش اله دي والدت انسان مغرد انسان كده اسمه يسوع او اسمه المسيح واللهوت ما اتحدش بيه رفض كلمة اتحاد يونيان وقال هو ايه اللهوت صاحبه او رافقه مرافقة بس من اول لحظة تكون فيها في احشاس العزراء رافقه ولم يتحد به فبقى السيدة بسيح ده انسان اسمه يسوع وانا ماسميش العدلة ثي اوتوكس ماسميها الشرية اله اسميها خريس اوتوكس ام المسيح انما الثي اوتوكس ده يتقال على الآب الآب هو الثي اوتوكس ليه لان الآب هو اللي ولد الاب منذ الازل ولم يفترق عنه انما المسيح ده انسان عادي واللهوت رافقه او صاحبه ولم يتحد به ولم يتحد به اتحادا اقنوميا وايه هو تعريف الاتحاد الاقنومي عندك القديس القديس كلولوس عمود دين هو اتحاد طبيعتين اتحادا طبيعيا في شخص واحد بسيط طبيعة لهوتية تتحد مع طبيعة ناسوتية في شخص واحد بسيط اسمه الله الكلمة المتجسد ما نفصلش بين الطبيعتين بعد الاتحاد يبقى طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة المتجسد زي الانسان الانسان طبيعة انسانية بشرية جسد وروح والاتنين منتحدين مع بع وبيكونوا شخص واحد ما بنقولش انا شفت جسد فلان وشفت روح فلان بنقول انا شفت فلان قبلت فلان سلمت على فلان فسايد المسيح اللاهوت اتحد بالاتحاد وليس مصاحبة ودي هرتقة نصطور وبكده هو انكر لهوت سايد المسيح وهكذا يرى ان العلاقة طبيعة سايد المسيح البشرية بالطبيعة اللاهوتية لم تكن اتحادا بل مجرد حلول او مصاحبة او اتصال اي حسب هرتقته ان المسيح صار مسكنا لله وهكذا يرى ان العلاقة علاقة المسيح البشرية بالطبيعة اللاهوتية لم تكن اتحادا وقال صراحة كده انا افصل بين الطبيعتين بهذا الوضع تكون المسطورية ضد عقية الكفارة ليه لان اذا كان اللي فدانا مغرد انسان يبزا يقدم كفارة تصلح لمغفرة خطايا كل البشرية منذ ادم وانا نهاية الظهور انما اللي فدانا متحد باللهوت فخلى الكفارة بقى غير محدودة واللي خلى الله يتجسد وياخد شكل انسان اللوجوس سيد المسيح كلمة الله عقل الله حكمة الله اللي خلى يتجسد عشان يفدينا هو محبته بس للبشر مش حاجة تانية خالص محبته بس هي اللي دفعته الى هذا فهو عشان يقدم كفارة غير محدودة كان لازم اللي هوت يتحد بالنسوط يبقى المسيح اله متجسد مش انسان اسمه يسوع كده خلاص زي ما نستور بيقول والكليسة لما بتقول ان العدرة والدة الاله لا تقصد ان هي اصل اللهوت لا اللهوت ده موجود منذ الازل الروح القدس حل على السيد العزراء وطهر احشاءها وكون من دماغها جسد نسوت للسيد المسيح اتحد بيه اللهوت منذ اللحظة الاولى للتجسد واتحاد فوق مستوى عقل البشر ما حد يقدر يدرك ابدا تعليم الهرطقية بالتفصيل قال الاستور ان اللوغوس يعني كلمة الله اللهوت يعني منزه عن الاتحاد بالمادة ازاي اتحد بالجسد هو يصحبه بس يرافقه يساعده على عمل الموجيزات يساعده على انه يفضي الناس ويتصلب اللوغوس منزه عن الاتحاد بالمادة فهو اختار انسان من بطن امه اللي اسمه يسوع وحل وسكن فيه منذ لحظة تكوينه في بطن امه وجعله وسيلة لخلاص البشرية وفصل نستور طبيعة اللوغوس عن طبيعة الانسان يسوع المسيح فقال ان الابن الوحيد الجنس المونجانيس اللي هو الطبيعة اللوغوس لم يولد من امرأة بل الذي ولد منها هو انسان يسوع المسيح لذلك ندعوها ام يسوع خريستو توكس وكمان اعتبر نستور ان البسيح ورس الخطية الاصلية وعنده ميل للخطية ومحتاج هو كمان لخلاص وهو اقدم زبيح عن نفسه وعن العالم كل وان اللوغوس قال كده سكن فيه وصحبه من البطن واعطاه كرامته والقابه وسلطانه على سبيل التكريم فقط وبذلك اعطاه سلطانا ان يصنع المواجزات وقال النستور شوف بقى يبتلي بقى يلخبط ويخرف خالص يبتلي بقى يخلينا انه اتهم بالشرك لو امنا بكلامه قال النستور ايه ممكن ممكن كده تجاوز يعني نعطيه لقب ابن الله على سبيل التكريم فقط ولكنه ليس اله حقيقيا بالسير المسيح الله الكلام متجاس وقال ان اللوغوس قد رفق يسوع في آلامه وقواه ليتحمل الصلب واتخذه كأداء لخلاص البشرية شوف بقى الحت اللي جاية دي بقى كارثة وقال من اجل كرامة الاله الحل في الانسان يعبد الانسان مع الله يعني الاول قال المسيح ده انسان ولجا قال يعبد الانسان مع الله ونحن بنابد انسان برضو احنا مش كفر نابد انسان وبهذا فقدم يسوع كانسان نبي سمعاد وطالب بعباداته مثل الله وبهذا قدم صورة مشوهة للمسيحية يسهل اتهامها بالشرك وتجاهل قول الله مجد الله أعطيه لآخر ورفض النادو العزراء وقال وقال زي ما تركب لكي نسميها خريستوكس اختبس من اين حكايت ان اللهوت مصاحب للنسوت او مرافقه او متصل به للأسف من واحد فيه ناس كتير قابلتوا عليه علامة العلامة أوريجانس قال ان اللهوت رافق الناسوت عن طريق روح المسيح الانساني لانه هو منزه عن انه يتحد بالمادة او بالبرشرة او بالجسد او بالنسوت فاللهوت صاحب او رافق او اتصل بالمسيح عن طريق روحه الانساني وقال عندما اسلم يسوع روحه على الصليب فان اللهوت قد فارق يسوع مفارقة تام لا اتحاد ولا اتصار بالأصبح المسيح مغرد جسد فقط لا علاقة له باللهوت نشوف رد على هرتقة نسطور من البابا شنودة خدها من ردود القردس كيلولوس الكبير نقرأها بسرعة قال البابا الشنودة السيد المسيح هو الاله الكلمة المتجسد له لهوت كامل ونسوت كامل ولهوت ومتحد بنسوت وغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اتحادا كاملا اخنوميا جوهريا تعجز اللغة ان تعبر عنه حتى قيل انه سر عظيم عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وبعدين كامل قال الطبيعة اللاهوتية اتحدث بالطبيعة النسوتية التي اتخذها الكلمة اللوجس من العزاء مريم بعمل روح القدس الروح طهر وقدس مستودع السيدة العزراء الطهرة طهارة كاملة لكي لا يارس المولود منها شيئا من الخطيئة الاصلية وكون من دمائها جسدا اتحدى به ابن الله وقد تم هذا الاتحاد من اللحظة الاولى للحبه المقرس في رحمة السيدة العزراء وباتحاد الطبيعتين الالهية والبشرية داخل رحمة السيدة العزراء تكونت منهما طبيعة واحدة هي طبيعة الله الكلمة المتجسد كما عبر القديس كيرولوس عن طبيعة السيدة المسيح فقال طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة والتعبير ده بتاع كيرولوس الكبير اللي قاله في مجمع افاسوس احنا نعتزب جدا لانه هو دائما طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة باليوناني بقى هتبقى اوضح وهشرح حالكم مية فيزيس تو ثيولوجو سيساركوميني مية يعني طبيعة من طبيعتين مية يعني واحد بس من اتنين متجسدة 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 مع بعض فمية طبيعة من طبيعتين فيزيس جاء من فيزيا او فيزيكس يبقى طبيعة يبقى مية واحد من اتنين طبيعة يبقى على بعضها طبيعة واحدة بس من طبيعتين تو لثيولوجو لله سيسار كوميني المتجسد يبقى على بعضها طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة تشترك معانا بقى في هذا الإيمان الكنيسة السوريانية والأرمانية والأسيوبية والأرترية والهندي وهي الكنائس الأرثوكسية غير الخلق الدنيا فيه برضو رد جميل وسريع هقول بسرعة برضو كتبوا وقال هن مسلس رحمات الأنبة بشوي برضو واخدوا من ردود البابا كلولس الكبير في مجمع أفسس بيقول نيفته ايه حينما جاء أخنون كلمة الله للتجسد لم يوضيف شخصا آخر على نفسه بل شخصا الطبيعة البشرية فيه الطبيعة البشرية بتاعته هو مش بتاعت واحد اسمه يسوع وهو راح اتحد معاه ولا اتصل به شخصا الطبيعة البشرية فيه فسيد المسيح كما قال القديس كيرولوس الكبير لم يتخذ شخصا من البشر ولكنه اتخذ لنفسه الطبيعة البشرية الخاصة به من العزراء التي ولدته وصاغها فيه وصارت خاصة به شخصية خاصة به شخصيا وصارت طبيعة واحدة متجسرة الله الكلمة كما قال القديس كيرولوس مي افزيستو ثيئولوجو ستصاركم من النار الوقت ان كلمة الله له ميلادان الميلاد الاول ازلي بحسب ولادته من الاب والميلاد الثاني زمني بحسب ناسوته من العزراء ماريام والكلمة الازلي هو نفسه اتخذ جسدا وولد من العزراء ماريام ولم يتخذ شخصا بشريا بل يتخذ الجسد الحي الخاص به بروح عقلة اللازم من العزراء فنحن نؤمن ان الاله قد تعنس وليس ان انسانا قد تأله زي ما نصطور قال والاله المتعنس حينما مات على الصليب لم يموت بحسب لاهوته لان اللهوت لا يموتش ولا حتى مات بحسب رو LINسان بيموتش ولا حتى الروح الانسان بيموت روح الانسان بفرق الجسد ولكن مات بحسب نسوته مات بحسب الجسد كما نصلي ونقول يامن زغط الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة في قطع الساعة التاسعة من الأجباء الذي مات على الصليب ليس هو لهوت الله الكلمة وليس هو روحه الإنساني لأن الروح لا يموت بل الذي مات على الصليب هو جسده أما روحه الإنساني فلم يأمد لذلك قال القديس بطرس عن السيد المسيح مماتاً في الجسد ولكن محياً في الروح الذي فيه أيضاً زهبة فكرز الأرواح التي في السجن روحه فرقة الجسد بس فعشان كده مات إنما اللهوت لا فرق الروح ولا فرق الجسد الجسد في القبر متحد باللهوت عشان كده لم يرى فسادة المقام في اليوم التالت والروح متحد باللهوت فزهبة إلى الجحيم وسبة سبياً وخرج الناس الأبرار ودخلهم الفردوس وبعدها ندخل كمان اللص الأمين الفردوس السيد المسيح قد ولد من السيد العزراء بحسب الجسد ولكنه لم يتخذ لهوته منها اللهوت ده مش متخذ من عدرة ده اللهوت ده موجود منذ الأزل هو الذي ولد من الآب بحسب لهوته قبل كل الظهور هو هو نفسه الذي تجسد وغلد من العزراء بحسب نسوته في ملء الزمان ولذلك هو الذي قال عن نفسه على الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن خلو بلكوا أقول إيه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن مقالش أنا كنت موجود لأن كائن ديها بتقالش شغل على الله ويحده بس كائن الكائن الذي كان والذي يكون وهي الأبد مجمع عفص المسكوني الثالث ربعاية ثلاثين اللي حرى النسطور انعقد بأمر الإمبراطورسي أودوسيوس القيصر الصغير تحت رئاسة بابا البابا كرولوس الأسكنداري بيسميه البابا كرولوس الأسكنداري أو البابا كرولوس الكبير أو البابا كرولوس عمول الدين وحضره مئة أسقف لمحاكمة نسطور الذي أنكر أن السيد العزراء وليت إيه وعلم بأقنومين في السيد المسيح في حكم المجمع بحرم هذه البدعة وأثبت أن في السيد المسيح أقنوما واحدا وطبيعة واحدة من بعد الاتحاد بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة ثم وضعوا مقدمة قانون الإيمان معظمك يا أم النور الحقيقي عشان نقول أن السيد العزراء والدة الإله اللي هي أنكرها نسطور الثلاث مجامع الأورانية نيقية والقسطنطينية وآفسوس ما كانش فيه خلافات كتير قوي يعني إيه شوية بس من حزين الأريوس شوية من حزين قسطنطين شوية من حزين نسطور ولكن لم يحدث خلاف كبير قوي زي اللي احنا شفناه بعد وانشقاق للكنائس بعد مجمع خلق دوني خلق دوني اللي احنا الكريمة فيه لأيوت هي عن نسطور وهارتقد نسطور دي هي كتير مقدمة اللي قدت إلى وجود شخص اسمه أطاقي كان حبيب البابا كروس عمود الدين صاحبه وقال أنه ساب لي نسخة من خارات مجمع آفسوس ومن كتر محبته في الإيمان المسيح الأرثوذكس السليم ابتدى يهارتق ساعة الواحد عشان قطر يحارب واحد قبليه ويصلح يجي لخبص الدنيا خالص فهو كان بيؤمن أن المسيح إله المسطور قال لا دا اللي هوت يدوبك صاحب النسوت والمسيح دي إنسان عادي بشري عادي واللهوت رافقه أو صحابه فوصل بقى المبلغة بتاعته مع أنه دا راهب ورئيس دير والدير فيه تلتمائة راهب وقعد تلاتين سنة رئيس دير وطاخي ابتدى يقول إيه إن اللي تد انتحدوا ببعض اتحاد كامل لدرجة إيه لدرجة إن النسوت داب في اللهوت مثل زوابان نقطة الخل في المحيط يبقى طبيعة المسيح مش جاي طبيعتنا دي الطبيعة ممكن تدوب في اللهوت وتختفي وإن المسيح طبيعة واحدة هو عايز يدفع عن الطبيعة الواحدة بتاعت البابا كيرولوس عمون الدين بس كيرولوس عمون الدين قال مية يعني طبيعة من طبيعتين لهوت ونسوت متحدين هو بقى قال لك آه المسيح طبيعة واحدة بس لخبط بقى وقال لك إيه مونوفيزيس خلوا بقى لكم قوي من التعبيرات دي مية يعني طبيعة من طبيعتين مونو يعني طبيعة واحدة مش واحدة مش واحدة وحيدة متفردة فإيه هي بقى الطبيعة اللاهوتية النسوت داب في اللهوت وأصبح المسيح طبيعة وحيدة متفردة اللي هو اللاهوت كله بس والنسوت دا تلاشة خالص فالمسيح مش من طبيعتنا حاجة انتهزن أن رئيس دير يخش في حاجة أدت إلى مجامع وإلى انقسام الكنيسة زي ما أنت عارفين بسرعة مجمع نيخ ينعقد عشان رد على آريوس اللي أنكر لهوت المسيح وقال عنه أنه كائن أقل وآدنى من الله وهو إله مخلوق ربنا خلقه كده عشان يخلق بالعالم لأن الله منزه على لمس المادة أن يخلق كواكب ويخلق أرض ويخلق إنسان لا هو خلق المسيح إله مخلوق صغير كده عشان يخلق بالعالم إذن المسيح مش أزلي زي القاب وليس من جوهر القاب مقابل الخطي وإنه هو إله مخلوق وليس أزلي والآب لم يكن دائما آب مر عليه وقت ما كانش آب أو ما كانش آب ما كانش عنده ابن يعني ما كانش عنده لوجوس ما إحنا عارفين أن الابن ده هو كلمة الله وحكمة الله وعقل الله الآب جاء عليه وقت ما كانش عنده كلمة ولا حكمة ولا عقل ده كلام الآب ولد الإبن منذ الأزل ولم يفارقه لأنه هو عقل الله وبسك الروح القدس منذ الأزل ولم يفارقه لأنه روح الله الله ما كانش عنده روح وخلاله روح كان عايش بإمار فيعني يعني الهرتقات ساعات بتوصل لدرجات صعبة جدا نقيا حربة أريوس قوسطلية حربة هرتقة مقدونيوس اللي أنكا لهوترح القدس نسطور حربته المجمع بتاع أفسوس وبعد كده نبص بلاقي أطاقي عايزي يتحمس للبابا كرولوس لأنه كان صاحبه فطلع باب الهرتقة بتاعته اللهوت أنه صداب في اللهوت كزوابان مقطة الخل في المحيط يبقى المسيح طبيعة طبيعة مش واحدة خليوا بالكم التعبرات اللهوتين اقتركم الأول خليوا بالكم التعبرات اللهوتين المسيح بقى في نظر أطاقي طبيعة مش واحدة البابا كرولوس لم يقال واحدة واحدة مية فزيس يعني واحدة من طبيعتين قال طبيعة وحيدة متفردة مونوفيز كان هناك منشقون قليلون عن خوارات هذه المجامع ناس تبع أريوس ناس تبع على مقدونيوس ناس تبع على سطور لكن بدأ الانشفاق الكبير بعد مجمع خلق دونيا كما سنرى في الكلام الآتي زي ما نتركوا الآن نتركوا ارتقت قطيخة وانه عالي ان النسوت داب في اللهوت زاروا في الدير بتاعه في الخسطنطينية راح زار قطيخة واحد أسقف اسمه أسابيوس ده أسقف دولريم وعرف ان أفكاره غلط وإيمانه غلط وبيخرف وبيقول المسيح مونوفيزيس وانه النسوت داب في اللهوت كزابان نقطة الخلف المحيط فراح اشتكاه أسابيوس أسقف دولريم راح اشتكاه لبطرياك القسطنطيني اللي هو اسمه فلافيان وقال له يلح الراجل ده بيخرف راح فلافيان ده من نفسه عمل مجمع مكاني اسمه مجمع القسطنطيني المكاني سنة ربعمية تمانية واربعين مين الرئيس فلافيان اللي هو بطرياك القسطنطيني حضر معاه 32 أسقف جاب أطاقي قال له ايه بتقول ايه فايه لاب يخرف فحرم أطيخة هو اسمه أطيخة أو أطاقي حرمه بناء على الشكوى اللي تقدمها يوسبيوس القيصري يوسبيوس أسقف دولريم لأنه أصار على أن طبيعة المسيح الجسد اللي أخده يا ربنا يسوع المسيح من عدران لم يكن من طبيعتنا وجوهارنا ده ده جسد كده بيدوب في اللهوت مش زينا المهم المهم حرمه حرم أطيخة قال له اكتب الإمام بتاعك في ورقة كتبها ورفض يقراها المهم تحرم في الآخر أطيخة بقى زيعل قوي قوي أنه تحرم راح أدم شكوى ضد المجمع القسطنطينية المكاني ده اللي كان رئيسه فلافيان بطلال القسطنطينية راح اشتكاهم للامبراطور سودوس الصغير عمل ايه الامبراطور سودوس يسق اوه في البابا ديسخوروس وبابا الاسكندرية كلها راح دعا البابا ديسخوروس ياقد مجمع مسكوني في اول اغسطس ربعمائة ساعة عربعين في افسوس يرأس مجمع في افسوس اسمه مجمع افسوس التاني الاولاني ده حرم نسطور لا التاني عشان يحاكم ويبحث في الشكوى بتاعة اطيخة ضد البطيرارك في اللي حرم المجمع المسكوني افسوس المسكوني التاني ده كانت سنة روعمائة تسعة واربعين زي ما أتلك رأس البابا سودوس بنانا على دعوة الامبراطور سودوس الصغير وبنانا على شكوى قدمها اطيخة ضد مجمع القسطنطنية المكان روعمائة 42 وحضروا 150 أسخف وحضروا واحد نايب عن بابا روما اسمه يوليوس ده مندوب عن بابا روما وكمان فلافيان بطراك القسطنطنية اللي حرم اطاقي حضروا شوفوا بقى اللي حصر في المنجمة هذا البابا ديسخوروس نادى اطاقي ايه اللي انت بتقوله ده المشكلة بقى ان اطاقي يكذب رئيس دير بقى 30 سنة ويكذب هل أنا ايماني زي ايمان البابا كيرولوس عمو الدين بالزبط طبيعة واحدة متجسية الله الكيمة متجسد وانكر بقى حكاية وانكر انه قال ان سود داب في اللاهوت مثل الذوابان نقطة الخلف في المحيط انكر كل ده فالبابا ديسخوروس فوجئ بأن اطاقي ايمان سليم وبص لقى عن فلافيان و اللي هو اللي هو بطريرك قسطنطنطنية بيبتدي يتكلم على ان لا المسيح ليه طبيعتين ده ايه ده يعني البطاريك هتري الاخبط ليه فراح عزل البطاريك القسطنطنية اللي هو فلافيان وحكم بعزل يوسابيوس اسقف دوريليم اللي اشتاكي قطيقة فلافيان حاجة حصلت في المجمع ده بقى مهمة تعرفوها عملت مشكلة كبيرة او بعد كده لاون بابا روما كان بعت لهذا المجمع مجمع عفس الرأسه البابا ديسخوروس عشان يحاكم قطيقة وقطيقة كذب ورجح في كلامه فالبابا برقه لاون عزقف روما كان بعت خطاب لهذا المجمع اسمه توماس لاون توماس يعني كتاب صغير او كتاب او رسالة علشان تتقري في المجمع الكتاب اللي قاعدين في المجمع كان جالهم رسائل كتير من ملوك ورؤساء كتيرة فانشغلوا بقراءة الرسائل كتيرة اللي جات من ملوك والرؤساء ونسيه نسيه رسالة لاون او طمس لاون ما اروهوش ودي خلت لاون ولع بعد كده شعط غضبا ازاي انا بعت رسالة والبابا نسخورس مقرهاش في المجمع اللي عقدوا عشان يحاكم او طيخة وازاي برق او طيخة او طيخة رجح في كلامه واقرب الامان الصحيح يعمل ايه وفلافيان اسقف اسقف كوستنطينية اسقف دولييم ابتدوا يتكلموا عن الطبيعتين فابتدوا يقولوا كلام امانيا مش مزبوط اللي حصل بقى البابا لاون ما قبلش بقى هذا الاجتماع وعايز بقى يعمل مجمع جديد يحاكم فيه بقى البابا دسخورس حقد على البابا دسخورس في مقراش طوماس لاون وهو كانه اقرهوش سهوا من الكتبة بتوع المجمع وعلى فكرة لو كانه اقرهو ما كانش هيقباله لان هو ده اللي كان مكتوب فيه طبيعتين والمشئتين ان المسيح ليه طبيعتين ومشئتين طبيعة نسجد لها وطبيعة لا نسجد لها طبيعة لهوتية وطبيعة نسجدية طبيعة نكرمها ونقدسها وطبيعة تتلقى الاهانات واللطم والضرب والجلد والصرب خلى المسيح بقى طبيعتين يعني فيها شبهة نسطورية طوماس لاون ده فيه شبهة نسطورية ان المسيح برضو اتنين زي ما نسطور كان بيقول لهوت ونسوت ومش متحدين مع بعض مترفقين مع بعض مرافقين بعض مصاحبين بعض حصل حاجة بقى لازم نقولها الامبراطور سعودوس فيه أساق فضحكوا عليها وقولها لا انت يحقلك انك تسيب الرهبانة وتروح تمسك الحكم وتبقي انت الامبراطورة ففعلا سابت الرهبانة وراحت اتجوزت قائد من قائد الجيوش بتاع الامبراطور سعودوسوس واسمه ماركيهان وخلته هو الامبراطور ماركيهان بقى الامبراطور وهي بولشاريا دي الامبراطورة الامبراطورة راح بقى لاون اللي متغاز قوي من بابا رسخوروس عشان ما اراش الطمس بتاعه في المجمع بتاعه راح اشتكاه للامبراطور ماركيان والامبراطورة بولشاريا وقال لهم لازم نعقد مجمع نشوف حال مع الراجل ده اللي اسمه بابا الاسكندرين يقال ان بولشاريا دي كان معروف عنها حدة الطبع والعنف ماركيان وبولشاريا امروا بناقاد مجمع خلق دونيا وقالوا لللي جايين هنعقدوا في نقيا وبعد ما الناس تجمعوا اجتمع في المجمع ده في ناس تقول ما بين تلتمية وستمية اسخف راح ايه قال لهم هنجتمع في نقيا وبعد كده لا قال لهم طب روحوا خلق دونيا اقرب لكم ودهم خلق دونيا وعقدوا المجمع في كنيسة اسمها كنيسة قديسة اوفيمية والجلسة الاولى في المجمع قبل الجلسة الاولى في المجمع وتنعقد الكارسة تم الاتفاق بين الامبراطور ماركيان والبابا لاون صاحب توماس لاون على تحطيم وصحق وتدمير البابا ديسخوروس بابا الاسكندرية ليه يا سيدي للاسباب الاعتية كان بيغير من بابا روما كان بيغير من بابا ديسخوروس لانه ايه هما كل باباوت الاسكندرية اللي يرقصوا المجامع المسكنية ولهوتهم دايما هو اللي يتسمع وكمان ما اراش توماس لاون أنا لبعد تقوله في المجمع اللي عقدوا عشان يحاكم قطيخة وراح برق قطيخة في الجلسة الاولى مين اللي رأس مجمع خلق دونيا الامبراطور والامبراطور وقبل الجلسة الاولى شوف بعش المتأمرين مع لاون حملوا ايه جمعوا توقعات كل الاساقفة الموجودين قبل ما ييجي اساقفة اسكندرية وقبل ما ييجي البابا ديسخوروس جمعوا توقعات كل الاساقفة الموجودين بالموافقة على توماس لاون اللي هو فيه شبهة مصطورية وبيتكلم على طبعتين ومشئتين والغاية دلوقتي كنستنا الاورتوكسية ترفض تومس لاون هذا لانه فيه شبهة مصطورية في الجلسة الاولى ابتدوا بقى يوجهوا اتهمات البابا ديسخوروس ايه يا سيد الاتهمات دي اول حاجة برأت اطاقي ازاي وهو هارتوقي يا جماعة قدم اقرار واراه انه هو ايمانه صح وكذب علي وقال لهم لو اطاقي كان رجع في كلامه دلوقتي ولا يؤمن بالايمان الاورتوكسي السليم ده مش يستحق الحرمان بس ده يستحق الحرق في جوهان تاني حاجة ليه حرمت فلافيان اسقف القسطنطينية واسابيس اسقف دورييم قال لهم لانهم كان ايمانهم فيه بيأمنوا بالطبيعتين وده شبهة نسطرية ونقبلوش طب ليه ما قرأتش طومس لاون لان الكاتب ما اروش نسي يقرأ كان قدامه الرسائل كتير من ملوك والرؤساء كتيرة اراهم ونسي يقرأ طومس لاون قبل نعقاد اول جلسات المجمع الامبراطور مركيان وبولشاريا جمعوا توقعات من جميع الاسقف الحضرين قبل حضور اسقفة اسكدرييم بالموافقة على طومس لاون الذي نص على ان سيد المسيح له طبيعتان ومشيئتان طبيعة نسجد لها ونحترمها ونقدسها ونكرمها هي الطبيعة اللاهوتية وطبيعة لا نسجد لها وتهان وتتلقى اللطم والتعذيب والصالب ونحن نصر ان سيد المسيح له طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة لهما نفس التكريم والسجود والخضوع والاحترام ومشيئة واحدة مش مشيئتين ولا نوافق على حكاية الطبيعتين ومشيئتين دي بعد الاتحاد لان زي ما قلنا طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد ميا اتهمونا بقى اتهمونا في مجمع قدرين ان احنا ايه واتهموا البابا دي سخوروس انه هو صاحب الطبيعة الوحيدة يا كذبين ده بيقول طبيعة واحدة ميا ميا يعني طبيعة واحدة من طبيعتين مش مونو مونو دي يعني طبيعة وحيدة متفردة ميا طبيعة واحدة من طبيعتين مونو طبيعة وحيدة متفردة ان الناسوت داب في اللاهوت قالوا انه هو بيؤمن بطبيعة واحدة او واحدة اللي هي مونوفيزيس بعد الجلسة الأولى اللي وجهوا فيها 13 اتهام لبابا ديسخورس اتفقوا وقالوا الجلسة الثانية تبقى بعد 5 تيئ كويس روح انت استريح في المقر بتاعك بابا ديسخورس هم بيصير عمروا عليه راح يستريح في المقر بتاعه وراح واخدينه على مخزن غلال حبسوه وحطوا عليه حرز ليه عشان ما يحضرش بقية الجلسات وهم كانوا منتفقين للجلسة الثانية بعد 5 تيام راحوا عملوها قبل معتها بيومين في السر كده من غير ما أسقف التسكندرية يحضروا ولا البابا ديسخورس يحضر كانوا بيخافوا من قوة حجة البابا ديسخورس لأن اللهوت التسكندري والحجج التسكندرية بتاعت بابا ديسخورس بتخيف بابا ديسخورس ووجهوا له تسعتاشر اتهام في غيابه وقالوا كذب طلبنا من الحضور ورفض هم كانوا ببعاتوا ناس فرعن عشان يقولوا تعالى فيقولهم طب قول حرس يسيبني أخرض الحرس قلوا لا فيكان يرجع يقولوا ايه مش عايز ييجي رفض ييجي فاتهموا انه هو رفض الحضور مش عايز يخضر يخضع التعليمات وأوامر المجمع عخدوا ستاشر جالس حطوا تسعة وعشرين قانون والقانون رقم تمانية وعشرين بقى فيه كارثة حصلت بعد كده او نفزت بعد كده القانون تمانية وعشرين قال ان بطرياركي القسطنطينية هو اللي يسيطر على كورسي الاسكندرية وكرسي انتاكيا هو اللي يعين بطرياركي ملكاني واي بطرياركي انتخبوه شعب مصر للعباط الأرثوذوكس البابا دا يتعزل يتنفي يتعزب نجيب بداله بابا ملكاني ونبعث معه حشية تحميه ويبقى البابا بتاعنا هو بابا الاسكندرية البابا الاسكندرية بقى اسمه البابا الملكاني او الملكاني جاي من كنية ملك يبعثه مين ويعينه مين البابا القسطنطيني اللي هي عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية وكمان كان ممكن يخلي البابا الملكاني دا كمان مش بس بابا لا وهو الوالي ليه الحكم الديني والحكم المدني اخر قارات المجمع في غياب بابا سخوروس هي ايه القارات اللي خدها المجمع في غياب بابا سخوروس حرم اوطاقي وبداعته ماشي لان اوطاقي مبتدع الموافقة على توماس لاون اللي هو فيه شبها نسطوري حرم بابا الوابا سخوروس وما يديروش يقوله لانه هارتوقي لأسباب ادارية وقانونية ايه هي يا سيدي الاسباب داية طلبنا حضوره ورفض تم انتو حطينا عليه حرس والحرس مش عايز يخرجو ما انتو حبسينو كسب حرم البابا سخوروس لأسباب ادارية وقانونية وليس لأسباب عقائدية نص كويس ان هم قالوا كده وليس يعني مش مهارتق يعني الحمد لله بعد كده ايه نفي البابا الديسخوروس الى جزيرة غغرة في اسيا الصغر وعينوا مكانه اسيس رسموهم بطريارك على الاسكندرية وفضل هو في جزيرة غغرة يعزبوه ويزلوه ويجوّعوه ويضطهدوه ثلاث سنين لغاية لما تنيح بعد ثلاث سنين يعني مجمع خلق الدونية كانت سنة 451 52-53 هو تنيح سنة 454 عايز لكم بقى ايه اللي حصل في اخر جالسة ناده البابا بعد ما خده القرارات دي كلها حرم اسطور وحرم بابا دسخوروس ونفي بابا دسخوروس وكلام ده كله ناده وبابا دسخوروس يعني موقع على ايه القارات اللي هم اخدوها فرفض أصاروا قالوهم لو سيحتوا دمي على هذا القرطاس لن أوقع فلما رفض احتدت عليه قوي وتنرفزت قوي وزعلت قوي وغضبت قوي الامبراطورة بالشارية وزعقت له انت ايه انت راسك ناشفة ليه انت عنيد ليه انت فرعوني ليه متوقع قال لها مش اوقع انا مش ما في على القرط دي قالت له على فكرة عايز افكرك بحاجة انت نسيها كان زمان فيه واحد عنيد زيك كده ها وانت عارف ايه اللي حصله من امي الامبراطورة افروكيا كانت تقصد يوحانا زهبي الفم ان هو كان بترك سخنطنطنية وعزلوه نفوه قال لها طب وانت عارف برضو ان مامتك افروكيا دي جالها مرض خطير جدا اتعذبت منه جدا كتير جدا سنوات طويلة وما خفتش غير لما راحت زارة القبر بتاع القديس يوحانا زهبي الفم وطربت منه المغفرة فهي بقى شاطت غضب لما قال الكلام ده وراحت ترزعها بالقلم امبراطورة رزعت باب باب عارف خورس بالقلم فلعيت له درسين لما انحرص شفها هيجي كده راحوا مشكل باب عارف خورس ضرب وطعم ونتف ودعم وهو صامت كده وهادي وبص للسماء وبيقول من اجل لك نمات كل النهار وراحت بعد دروسه واسنانه وشعر دانه والشعب والسكنية قال لي ده ده اللي أنا نتج عن تمسكي بالإيمان بعد كده بقى الكرسى اللي حصلت بقى من بعد مجمع خلق دونيا والانشقاق تم اضطهاد المسيحين للأغباط المصريين والإكليروس والبابوات لمدة مية وتسعين سنة من 451 مجمع خلق دونيا لغاية 641 دخول العرب مصري كل ده اضطهاد من الإمبراطورية البيزنطية الرومانية الشرقية والبابات بتوح كانوا لا يعترفون ببابا اسكندرية ويبعتولوا بابا ملكاني هو اللي يملك مكان ويعزبوه ويتطهدوه ويضربوه وينفوه وينفوه ويموتوه الكهنة ويعزبو الشباب في السنكسار يوم 23 مصر نحتفل باستشهاد 30 ألف شهاب مصري في الإسكندرية بسبب إيمانهم الأرثوذوكسي وتم فاقع عين الأنباء سامويل المعترف بسبب أنه أرثوكسي البطريركو يعقول بردعي رأسها مئة أسقف ما خلهم شي يلبسوا لبس كهنوتي عشان ما يتعرفوش وما يتقلوش وخلهم متوازعين كده لبسين لفسوا عمالوا فلاحين عشان ينصروا الإيمان ويرسموا كهنة يصلوا في البيوت للدساد نشكر ربنا أن احنا بعد كل المهازل دي كلها ابتدينا نعمل صلح مع الكنيسة البيزنطية ونوقع معاها التفاقيات وكذلك في عهد البابا شنودة وكذلك مع البابا روما وقعنا التفاقيات حول طبيعة السيد المسيح التفاقيات دي كتير منها وافع عليها اللهوتيين وتنتظر رافع الحرومات آخر نص اتفقنا فيه مع بابا روما وقعنا عليه وابناه وتم قبول النص على المستوى الرسمي عندنا سنة 1980 ووقع عليه بابا شنودة وبابا روما نص على الآتي نؤمن كلنا أن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكلمة المتجسد هو كامل في لهوته وكامل في نسوته وأنه جعل نسوته واحدا مع لهوته بغير اختلاط ولا امتساج ولا تغيير ولا تشويش وأن لهوته لم ينفصل عن نسوته حتى إلى لحظة أو طرفة عين وفي نفس الوقت نحرم كل من تعليم نسطور وأوطاق وافق على النص دا سنة 1988 والبابا شنودة وافق عليه وبابا روما وافق عليه لسه بقى مفروض نكمل باقي نقاط الحوار اللي احنا مختلفين بها مع الكاتوليك أن بساخ الروحة الخلصة اللي هم قالوا ومبسك من الآب والإبن وموضوع المطهر دا أن كل واحد لازم يتلسوح شوية في النار وبعد كده يروح الفردوس والحبل بلادنس اللي قالوا أن السيدة العزراء حبل بيها بلادنس عشان واحدة بنت حلمت أن عدرق اتلاها كده ورحت قالت كده بابا روما فحولها إلى عقيدة والعدركة بتقول تبتهج روحي بالله مخلصي يعني كانت منتظرة خلاص ربنا كمان صوق الغفران والزواج بغير المؤمنين الأقروف المجمع الفاتيكان الثاني بيخلوا بيخلوا الكاتوليكي البنت الكاتوليكية ممكن تتجاوز واحد هندوسي أو بوزي أو وسني أو غير مسيحي في الكنيسة الكاتوليكية على يد كان كاتوليكي إن شاء الله نوصل في الحوارات المسكنية إلى أن احنا نتحد في كل أمور الخلاف وربنا ينسينا الغمة اللي كان نتجت عن مؤتمر خلق دونيا ولإلهنا المجد يا الأبد آمين بنقدم شكرنا الجزيل للدكتور يوسف على هذه المحاضرة الرائعة التي كانت حول عقيدة مجمع خلق دونيا ومن الواضح جدا أن البابا ديسكورس لم ينادي بعقيدة جديدة لكنه نادى بعقيدة البابا كيرولوس عمود الدين وهي الطبيعة الواحدة المتجسدة لله الكلمة بالإضافة يتضح أن هناك جانبا سياسيا أحدث تشويشا ثم انقساما في مجمع خلق دونيا من حيث الصراع ما بين آباء الكنيئس الرسولية على رئاسة المجامع ثانيا عدم قراءة طومس لاون لبابا روما في مجمع خلق دونيا أصار حسده وحقده أيضا بالإضافة إلى لربما كان هناك سمة انتقاما من الملكة بوليكاريا من البابا كيرولوس عمود الدين الذي اعترف بقداسة القديس يحنى زهبي الفم فكان انتقامها في شخصية البابا ديسكورس رغم أن البابا ديسكورس لم ينادي بفكر جديد أو عقيدة جديدة لكنه نادى بإيمان البابا كيرولوس عمود الدين الذي ينحني له جميع اللاهوتيين على المستوى العالم حتى مجمع خلق دونيا وما بعده بالإضافة كمان أني نظرا لأن البابا ديسكورس قد راجع إيمان أطاخي الذي حرم من الباتريارك فالبيانوس باتريارك الكوستنطانية لكن كان باتريارك الكوستنطانية قد لم يقتنع أبدا بأعمال البابا ديسكورس في مجمع أفاسوس الثاني الذي راجع في إيمان أطاخي ورغم أن أطاخي كان يراوع وكان يجذب لكن كل هذه الملابسات أحدثت بالفعل تشويشا كان جاهزا لطرحه في مجمع خلق دونيا الأمر الذي كان البابا ديسكورس فيه ضحية هذا التشويش ضحية هذه الانقسامات ضحية هذه الأحقاد ضحية هذه السياسات التي تدخلت في رسم اللاهوت على الأخص في هذه المرحلة كان قد تم الانتهاء من الجدال اللاهوتي الخاص بالأقانيم السلاسة السلوس القدوس لأريوس ولكن تطور الأمر لتناول الجدال اللاهوتي في طبيعة السيد المسيح وكانت النتيجة في خلق دونيا ليست على ما يرام وليست على حق وليست على موضوعية الأمر الذي ظلم فيه البابا ديسكورس من الإمبراطورة رأسا وحتى باتريارك الكوستنطينية فاليبيانوس ثم أيضا بابا روما لاون الأمر الذي وضعت الكنيسة كنيسة الأسكندرية ما بين سلاسة كماشات أو يعني ما بين الرحة والسندال ولكن تمسك البابا ديسكورس بالإيمان المسلم أساسا من آباءه وعلى الأخص البابا كيرولس عمود الدين ولازلنا هذه اللحظة نتمسك بإيماننا وفي حواراتنا اللاهوتية التي ذكرها الدكتور يوسف نجد أن هناك بصيصا من الأمل في نجاح هذه الحوارات مع الكنيسة الخلقودونية وقد أنجز البابا شنود الثالث حوارات رائعة يعني أتت بالاتفاق في ممثلة في وسيقتين هامتين مع الكنيسة الخلقودونية ولكن لم يكتمل الأمر فهناك معوقات قد تكون يعني معوقات تصل إلى الموروس الذي امتد إلى خمستاشر قرنا من الزمان على فكر معين سواء فكر يعني غير عادل لكنيسة اسكندرية أو سواء في الفكر اللاهوتي الذي لم يقترب من بعضه وبعضا حيث أننا يعني نحرم أوطاخي ونحرم نسطور وهكذا الكنيسة الخلقودونية صرحت وقالت نحن نحرم أوطاخي ونحرم نسطور فإذا لماذا الخلاف؟ قد نكتمل معا سويا بنعمة ربنا يسعى المسيح وتتحد الكنيستين ونحن نأمل في ذلك نقدم شكرا الجزيل للدكتور يوسف ونتمنى أيضا متابعتكم لنا في الحلقات القادمة شكرا جزيلا لحسن الاستماع شكرا جزيلا لحسايا نهاية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة